المبلغ الكلي للمنحة الشهرية التي كانت تصرفها حكومة أقليم كردستان لوزارة التعليم العالي لم تتجاوز سبعة مليارات ونصف مليار دينار فكم كانت حصة كل طالب؟ المنحة الشهرية تختلف بين الطلبة فالذين يدرسون خارج مدنهم ولا يسكنون في الأقسام الداخلية هي مائة ألف دينار شهرياً وستون ألف دينار للذين يقيمون في الأقسام الداخلية أما الطلبة الذين يدرسون في مناطق سكنهم فهي أربعون ألف دينار شهرياً بالمحصلة ليس بذاك المبلغ ولكن يفيد الطالب في سد بعض احتياجاته كطبع وشراء المنازم والقرطاسية أنا لم أكن طالباً في الجامعة حين قطعت حكومة الأقليم مخصصات الطالبة الشهرية عام 2014 ولكن الذي أعرفه أن دولاً فقيرة توفر لطلابها الجامعيين مبالغ أكبر من ذلك بكثير ما قيمة خمسين إلى ستين ألف دينار شهرياً بالنسبة لبلد نفطي فيها إمكانيات اقتصادية هائلة طبعاً هذه المنحة كبيرة بالنسبة للطلبة والوضع المادي المتعسر نحن مثلاً مشمولين بمنحة أربعين ألف دينار شهرياً على الأقل ينفعنا في التنقل إلى الجامعة أو كما ذكر زميلي في طبع الملازم وبقية المصاريف تتحملها عوائلنا المنحة بكل تأكيد سيدعم الطالب في توفير احتياجاته فمثلاً أنا أحتاج إلى ثمانين أو مئة ألف دينار إذا استلمت ستين ألف دينار شهرياً سوف أحتاج إلى عشرين ألف دينار بذلك أخفف عن كاهل أسرتي صرف مبلغي سبع مليارات وخمسمائة مليون دينار جاء بعد اجتماع مجلس وزراء أقليم كردستان لتحسين القطاع التعليمي وبالأخص تهيئة الأقسام الداخلية وتأمين مناخ ملائم في العيش الكريم للطلبة لكنني أتحدث بأمانة إلى الآن لم يتم الإقرار عن آلية توزيع هذا المبلغ ولكن العمل جاري الأمر غير واضح إلى الآن متى نستلم المنحة الشهرية من جديد؟ القرار صدر ولكن لا نعرف هل سيتم العمل به أم لا الذي أعرفه تم تخصيص مبلغ سبعة مليارات دينار شهرياً للطلبة في الأقسام الداخلية أغلبهم ليس لديهم أمل يقولون هذا القرار فقد جاء لإخماد التظاهرات في منتصف شهر كانون الأول الماضي أرسلت وزارة التعليم العالي كتاباً إلى الجامعات كافة طالبت فيه إرسال كشف كامل يتضمن أسماء الطلبة من مراكز المدن والطلبة الآخرين من الأقضية والنواحي والقرى ونحن بدورنا أرسلنا لهم جميع تلك الأسماء وبحسب المعلومات الواردة لدينا فقد قرر مجلس وزارة الأقليم إعادة صرف المنحة الشهرية بكتاب رسمي وجهه إلى وزارتي المالية والتعليم العالي ونحن نأمل أن توزع أول دفعة من المنحة على الطلبة خلال الشهر الحالي شكراً للمشاهدة